حيث وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بالعريبي أمس تعريمات سارمة مع ممثلية الشركة السينية زيوسي المكلفة بإنجاز مشاريع عدل 1077 وحدة سكنية سيغة البيع بإيجر القنطرة بعنابة ومشروع 1200 وحدة سكنية ومشروع 1700 مسكن عدل بالحروش وكذلك مشروع 500 مسكن عدل بي سيدي مزغيش التعليمات تهدف للدفع بوطيرة الأشغال تتمثل في تدعيم الورشات بالموارد البشرية والمادية العمل بنظام المناوبة بهذه المشاريع الثلاث ضرورة تسريع وطيرة الأشغال خزانات المياه وكذلك المحاولات الكهربائية واحترام معايير الجودة والنوعية نوعية السكن من كل مشروع مشروع 1200 مسكن وكذلك 1700 مسكن موسيقى 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 موسيقى